السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم بالدرس السابع من دورة جانجو طبعاً احنا شرحنا عن الموديل وكوننا database وشرحنا عن review عن route وكيف نعرض البيانات بشكل اعتيادي اليوم رح نتكلم كيف نكون template والtemplate هو عرض البيانات بشكل منتظم يختلف عن طريقة review فنجي لهذا الapplication اللي اسمه itlive نختار new بعدين نروح لdirectory ونكون folder رح يكون باسم template اوكي زين طبعاً هذا الapplication الخاص ب itlive تلقائياً رح يعرف ما هو template بالtemplate رح نكون شي اسمه HTML file ونسميها index index اعتيادي يعني page اعتيادي index.html واعطي اوكي طبعاً هذا التايتل انت تغيره حسب ما انت تريد زين اذا تذكرون عندي هنال url انا عملت للإندكس سوينا له route كذلك سوينا له شنو سوينا له view اوكي زين انا هسا احتاج ارسل بيانات الى view اذا view حتى ارسل بيانات يحتاج انه اعمل render اذا ما هي ال data اللي رح ارسلها فراح تكون بهذا الشكل شو رح اسوي؟ رح اسوي context افتح قوس اكتب بي ال name واعطي بي اسم ليكون احمد بعدين ال age sorry ليكون مثلا مثلا خمسطعش بعدها اغلق القوس اوكي زين هسا احتاج شنو بعد اساوي ال return render اضيف بي شنو request و ال index و ال index index dot html اوكي احنا لازم تنتبه لي تلقائيا رح يعرف ال index ال index رح يبحث عنها وين رح يبحث عنها بال 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 up اوكي رح يبحث عنها بهذا هنا طبعا رح يبحث عنها بال up ومن ثم وين رح يروح رح يجدها بال template اوكي رح يوجدها بال template زين اذا انا هسا ما هي ال data اللي لازم امررها رح امرر ال context اوكي اللي اريد امررها فراح تكون بهذا الشكل كل اللي يسوي تكتب context اوكي وبعدين اتغلقها للقوس زين هسا اريد اعرضها على الصفحة بكل بساطة رح نقدر نعرضها بشكل مباشر بدون اوامر رح نفتح قوسيا نكتب اسم ال data ونغلق القوسين تابعوا ايا شو رح تكون تدخل هنا لل index تابع احنا رح نكتب ال name اوكي هنا name فارزه age ونشوف النتيجة هل نشغل السيرفر باستخدام الامر python manage dot py run server leme ونحن ونشيوجد و لا اجري ال نايس نايم أحمد ايج 15 اوكي اذا اتمنى الفكرة وصلت لهنا ينتهي الجزء الاول من الحلقة السابعة بدورة جانجو ان شاء الله راح نكمل الجزء الثاني ايضا يخص التيمبلت تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته